للإنصاف فأن وضع أفغانستان بالمرتبة الأخيرة دولياً في تصنيف جوازات السفر الذي أصدرت شركة الاستشارات السويسرية يليها العراق غير عادل فدولة أفغانستان حصلت على 26 تأشيرة سفر حرة من دول لا تربطها بها علاقات قوية وثقافية واقتصادية كتلك التي تربط العراق بمحيطه العربي والإقليمي حيث حل الجواز العراقي ثانياً في الأسفل بحصوله على 28 تأشيرة حرة كان لدول صغيرة وبعيدة جغرافياً نصيب منها وبالتالي فأن العراق أجدر بالمرتبة الأولى الأسوأ من أفغانستان وعلى الرغم من مرور 19 عاماً على إنجاز التغيير الذي أسقط النظام المارق والمنبوذ دولياً وإسقاط قرارات الأمم المتحدة التي أعقبت حرب الكويت والعقوبات التي كانت مفروضة عليه إلا أن نحو 176 دولة في العالم لا تزال تضع قيوداً على سفر العراقيين إليها وتضع شروطاً عديدة لمنح الفيزا ومنها ضمانات وتعهدات من مواطنيها الأصليين أو مكتسبي الجنسية العراقيين فيها أو ضمانات مالية وسوها وأسمت أحداث ما بعد عام 2003 وترد الوضع الأمني والاقتصادي واستهداف أي نوع من التواجد الأجنبي على أراضي العراق وما تسبب به هذا من إحجام مواطني العالم عن المجيء إلى العراق أسهمت في إبقائه رهن اتفاقات تحدد مساحة وحرية ونوعية التنقل والحركة منه وإليه كان ربط التنظيمات الإرهابية وجودها بالعراق سبباً مباشراً في إحجام العديد من الدول عن استقبال العراقيين على الرغم من أن أغلب العمليات الإرهابية والانتحارية التي كانت تنفذ في العراق وفي دول أخرى لا يقوم بها إرهابيون من أصول عراقية إلا أن هذا لم يشفع للمواطن العراقي والحال هذا ينطبق على الفصائل المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة والسبيل الوحيد لتغيير تصنيف العراق هو تغيير صورته النماطية واللجوء إلى مبدأ التعامل بالمثل خاصة مع الدول التي تربطه بها علاقات اقتصادية والحفاظ على سيادته وبناء علاقات وثيقة مع مختلف الدول وتغيير واعتماد نسخ حديثة من الجواز البيومتري عالية الثقة والأمان وإن كان مكلفاً فالتقارير تشير إلى أن الكثير من العراقين يدفعون مبالغ طائلة للحصول على جوازات دول أخرى بعد أن أصبحت تجارة الوثيقة رائجة ومشروعة إن جميع ما ذكرناه لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حكومة قوية ملبية لطموحات الشعب تضع مصلحة العراق وأبنائه فوق جميع المصالح وتبني علاقات متكافئة مع الجميع وتمسح آثار حكومات الفشل والمحاصصة ترجمة نانسي قنقر